السلام عليكم أسعد الله صباحكم مشاهدين بكل خير أهلا بكم إلى موجز من الأنباء من قناة النهار والبداية بقطاعي التربية حيث لا يزال شبح الإضراب الذي شنته النقابات متواصلا رغم تهديدات الوزير بابا أحمد عبداللطيف والذي رأى أن الأسلوب المثالي لكاس الإضراب إلا أن ذلك لم يتحقق بدل الأرقام الكبيرة التي دونتها النقابات والتي عكست نسبة الاستجابة الكبيرة للأساتذة أمينة شابونية لا تزال أغلب المؤسسات التربوية مستجيبة للإضراب الذي دعت إليه نقابة الكناباس يوم أمس محديثة شللا في القطاع عبر مختلف الولايات في الوقت الذي يواصل فيه الأستدى المنخرطين في النقابات الأخرى وللأسبوع الثاني على التوالي إضرابهم أين قررت النقابة مواصلة الإضراب متحدين بذلك الوزير بابا أحمد وضاربين خطوة لجوء إلى العدل عرض الحائط الخصم الراتب الذي لجأ إليه السيد الوزير بكل أسف لم يطبق فيه القوانين بل جاء كانتقام من موظف القطاع فعلى الرغم من قرار العدل الواضح والقاضي بعدم شرعية هذا الإضراب كما كان لقرار الوزراء التي حمل في طياته تهديدات بالخصم من الراتب والفصل كان له صادا في أوساط النقابات حيث تبينت ردات الفعل بين ضاربين لمصلحة التلميذ إلى الهاوية وبين متنازل لكن بشروط نحن في شيء واحد نلجأ إلى تعويذ الدروس لما تحل هذه المشاكل ونحن على أتم الإسعداد ويمكننا لأن الأساتذة والمعلمين على أتم الإسعداد لتدارك ما فات من الدروس فقط أن يأخذوا حقهم ويزال هذا الظلم والحيف المصلط عليهم فتواصل الوزير بنقابة هذه المرة تغى عليه طابع المراسلة فكانت البيانات والتعليمات الصادرة من مكتبه تعلم النقابات مضمونها عن طريق الرأي العام لتتفاجأ في كل مرة من الخارجات المتميزة للوزير والتي في كل مرة تزيد من تأزم الوضع وتقود قطاع التربية إلى الهاوية هذا وأكد المكلف بالآلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمالي تربية وتكوين مسعود عمراوي بأن التهديدات غير المنتهية والتي أضحت عادة حميدة لدى وزارة التربية والمتعلقة هذه المرة بالفصل من العمل في حال عدم التراجع عن قرار الإضراب لن تؤثر لا من بعيد ولا من قريب كون هذه الخطوة تزيد من تأزم الوضع وليس العكس هل من المنطق أن يفصل معلمين وأساتذة قضوا ظهرا في هذه القضاء زهرة الشباب في قطاع التربية هل يمكن استبدال هؤلاء بموظفين أجانب نحن الآن نعاني عجز ونقص فما بالك بإجراءات تهديد للفصل وبالتالي أؤكد مرة أخرى بأنه ينبغي على السيد وزير التربية أن ينتهج أسلوب عقلاني وهادئ ويخضع للعقل والمنطق ويحل مشاكل القطاع بدل انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام من جديد وأن هذا التهديد أيضا فإنه لا يثني موظفي وعمار قطاع التربية عن التراجع عن إضرابه كما حرم شيوخ ودعاة في الدين أجور الأساتذة المطلبين الذين يرفضون تعويض دروس من جهة ويأخذون أموالهم بتهديد الجهة الوصية من جهة أخرى أو بالضغط عليه لتحصيل هذه الأجور رغم أنهم لا يؤدون أي عمل مقابل ذلك كما اعتبر الأئمة وفقا لما صدر في يومية النهار بأن الإضراب الذي تقوم به نقابات التربية غير شرعي كما نقلت الجريدة عن الشيخ نسيم أبو عافيا أن الإضراب الذي يضر بالمصلحة العامة ويخدم المصلحة الشخصية فقط أمر محرم وغير شرعي لأن ذلك من شانه أن يوصل إلى نتائج سلبية لا يحمد عقباها والقاعدة الفقية تقول دفع المفزدة أولى من جلب المصلحة إلى أحوالي التقص الآن حيث ستعرف المناطق الشمالية للوطن اليوم ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة القصوى والتي ستصل إلى 24 دولار جمئوية خاصة على المناطق الداخلية الغربية ليعود اضطراب جوي آخر من نوعه والذي سيمس المناطق الساحلية يكون محمل بتساقط بعض الأمطار واليح قوية والتي ستتعدى سرعتها 60 كم في الساعة ليعود مجددا لاستقاول للتقص وهذا يومي السبت والأحد القادم في موضوع آخر أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نفتتاح التسجيلات لدى البلديات المشاركة في قرعة حج سنة 2014 ستكون بداية من يوم الأحد التاسع ففريي إلى غاية يوم الخميس العاشر أفريل مبرزة أن التاريخ المحدد للقرعة هو السبت السادس والعشرين أفريل 2014 وأوضح بيان الوزارة أن شروط التسجيل تتمثل في بلوغ 19 سنة فأكثر والإقامة الفعلية ببلدية التسجيل وكذا إلزامية المرافقة بمحرم شرعي بالنسبة للنساء كما ذكر ذات والمصدر بالوثائق المطلوبة والمتمثلة في استمارة خاصة بالحج مملوء قانونا ومستخرج من عقود الميلاد وشهاد إقامة وتصريح شرفي بعدم الحج خلال خمس سنوات السابقة إلى في حالة المحرم الشرعي فهو غير معني بهذا الشرط ألغت أمسية البارحة الخطوط الجوية السعودية رحلتها من الجزائر العاصمة باتجاه السعودية الرحلة الملغات حرمت أكثر من مائة وخمسين معتمر من التواجه البقاعي المقدسة حيث عاني الأمرين بمطار هواري بومدين الدولية في قطاعي الصحة يعاني المئات من المرضى من مشكلة الحصول على موعد الخضوع للكشف الطبي والعمليات الجراحية وحتى الأشحة فقد تصل الأجال في المستشفيات العمومية إلى ستة أشهر فرغم الجهود المبذولة في اقتلال العتاد إلا أن المعاناة لازال تتواصل في النقص الفادح الأخصائيين محمد شوق علاق وكبال جفال مواعد إلى أجال تفوق الستة أشهر للقيام بعمليات جراحية أو الخضوع إلى أشعة إشكال أصبح من طبوهات المجتمع الجزائري وواقع مر يصطدم به المريض محمد شوق علاق بعمليات جراحية حتى يموت وخلاص وكنت عندهم في بلدهم سكانر وليزاناليز وشيس حقه لا يأتي من البشار من الإيريزي أرجع الخبراء والدكاتيرا المشكل إلى الاستراتيجية الفاشلة التي تتبنىها وزارة الصحة في تسيير القطاع الشعب عندما يتقدم إلى المستشفى هذا عيب مش نطيل وناء موعد من على ستشعر كطبيب ولكن طبيب ليس مسؤول تلقائيا قوله الدولة هي الحاكمة في العامر أولا ثانيا المهنيين انتعى الصحة إذا كان مشكل قانوني فنغير القانون إذا كان مشكل تعلقات هذا الطبي نديره الإحصائيات ونواجه الشعب الجزائري توفير الأجهزة والمعدات لا يكفي وحده للقضاء على تأخير مواعد الكشف الطبي فالتأطير والتكوين من الأولويات التي يجب الاعتماد عليها إضافة إلى إنشاء مؤسسات استشفائية بالمدن الداخلية من شأنها فك الخناق على المؤسسات الصحية بالمدن الكبرى أنا أتمنى الشفاء العاجل إلى كل مرضان أينما كانوا أينما وشتوا إلى موضوع آخر تشهد طرقاتنا العامة سلوكات غير حضرية كثيرة تنعكس بشكل سلبين على ثقافة المجتمع الجزائري تختلف مع تعليم دين حليف أقلها رمي النفايات من نوافذ السيارات وهي تسير حسام الدلشاب ظاهرة رمي الأوساخ من السيارات بشكل عشوائي في الشوارع والطلقات من دون اكتراث للمارة أو لحقوق النظافة العامة هي عادة بدأت تتجه نحو الأسوأ في المجتمع الجزائري الظاهرة هذه نشوف فيها بزاف يعني الظاهرة تعيبة ديارمي وزبل ملكار وهي دون بلانسيب نوما ما يقولك لا ألجي لا بلانش وحنا ما نشوف فيها يأخذه وين دور تلقى زبل حنا ما دا بنا كل واحد يرفض زبلتا وحاشاك يحطوا قدم بوبالا عفسا نقصوا علينا ونقصوا علي العمال هذين لم يخدموا أما أناس كبار نشوفهم والله غير عيب نحشموا في بلاستهم أرجع مختصون في علم النفس سبب انتشار هذه الظاهرة إلى نقص الوعي الحضري وانعدام الثقافة عند بعض المواطنين يعود السبب لبعض الأشخاص الذين يرمون فضلاتهم في الطريق السيارة أو في الطريق العمومي إلى انعدام الثقافة اللازمة التي تهدف إلى تربية المواطن الجزائري الذي يحافظ عن النظافة وكما تعلمون أن النظافة هي جوهر القرآن الكريم وبالتالي منفروض أن نعطي الأهمية الكبيرة لهذا الأمر هذا المحافظة على نظافة المحيط ليست مسؤولية السلطات المحلية لوحدها بل هي قاعدة لا بد أن يلتزم بها الجميع من دون استثناء مشاهدين الكرام يمكن لمشاهدي تلفزيون النهار متابعة برامج القناة في فرنسا وفي مختلف البقات بداية بباقة أسفاق رقم القناة 490 وضمن باقة فخير رقم القناة 555 وكذا باقة تابويق رقم القناة 602 المتابعة شيقة لبرامجنا ونشراتنا الإخبارية مشاهدين الكرام بهذا الخبر الأخير نتوقع إياكم صفحة هذا المجهز الإخباري نلتقي بعد قليب مزيد من الأخبار تقبل تحياتي وتحيات الفريق العامل معي هذه الصباحة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر